السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي باع ورثه من والده شاعتين على أن يشتري لنا منزل والفلوس لم تكفي شراء منزل فاشترى قطعة أرض ووضع باقي المبلغ في البنك جزء باسمي وجزء باسمه علم البناء يفتح مع العلم أننا نسكن بالإيجار فعال على المبلغ زكاة مال إذا ما حال عليه الحل إذا كان ده الفلوس المحطوطة دي في مقابلة شقة أنتوا اتفقتوا عليها وهتسددوا فلوسها مش عليه زكاة لكن لو كانت الفلوس دي شيلنها لما تبقوا تلاقوا الشقة يبقى عليها زكاة لما لازم نفرق ما بين حاجتين أن الفلوس دي بتاعة الشقة وإحنا بنعمل إيه؟ بنتمم الإجراءات عشان ندفعها في ثمن الشقة فلسه بنخلص ورق إيه سي تسجيلي هنا وإيه سي تسجيلي هنا فالوقت بيجري 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 ولسه بنتابع الترخيص وبنتابع المسائل دي فإن اللي حصل؟ فالوقت وسع مننا فبقت سنة ساعتها مش هدفع الزكاة في الوقت ده لا ده ما فيش أي شقة لسه وما اتفقناش على حاجة وفلوس ما تحطتش مقابل لشرح حاجة يبقى لا المال ده متدخر والأصل فيه أنه نامي ويبقى عليه زكاة وخاصة أنه نحطينه في مكان بيستثمر فيه وله ريع يبقى إذن إيه اللي حاصل؟ الفلوس دي عيبقى عليه يا زكاة لأنه مالها لأن الفلوس دي مدخرة وليست ثمنا في بيع ليست ثمن في بيع لا ده مدخرة عشان يجينا منها ريع السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخنا أنا تعبانة قوي بسبب قلة الصلاة أنا قبل ما اتجوز كنت ملتزمة جدا ولما اتجوزت بقيت بقطع كتير أو بقعد فترة كبيرة مش بصلي وما فيش يوم بيعدي إلا وأنا بقى أني بنفسي وحس حاجة مكتفاني ومخلياني مش عارفة أصلي فعايز حاجة تساعدني أقرب من ربنا أنت على قش واس واسا أنت لازم تلحقي نفسك وبسرعة لأن اللي حاصل ده خطر ليه خطر؟ لأن ده باين في الكلام في ثانية الكلام أن الكلام ده فيه إيه؟ فيه حالة من حالة الكآبة مش عايز أقول حالة من حالة الاكتئاب لكن واضح أن الإنسان أن هنا ده بدا مش الحزن على المعصية؟ أه الحزن على المعصية لما يبقى ابنك هت إن أنا اسمعيني بقى كويس إن أنا الحقيقة يعني ما لقيتش اللي أنا متوقعة في الجواز إيه ده يا مولانا بسألك على الصلاة إيه علاقة ده بالجواز؟ أنت بتقولي لي لما تجوزت ابتديتي تتراجعي في علاقتك بينك وبين ربنا آه عارفة ليه؟ لأن أنت اللي كنت بتتمنيه من الزوج أنت ما جبتش صرت الزوج خالص هنا لكن أن أنت بتتمنيه في الزواج ما لقيتهوش ما لقيتش زوج يساعدك على طاعة ربنا وعلى فكرة وممكن يكون الزوج ده أصلا أنت زوجتيه عشان أخلاقه فبدأ منه خلاف ذلك وإنت مش قادرة تتكلمي فقعدت تحملي على إيه؟ على المخزون الديني اللي جواكي وقعدة كل شوية كل شوية تعملي إيه؟ تستهلكي هذا المخزون فإيه اللي حاصل؟ لأن أنت بتقولي طب يا رب أنا جوزت الراجل عشان دينه وجوزت الراجل عشان أسعد وتهنى وأنا بحبك وأنا كنت قعدة أدعيك أن أنت تترزقني بالزوج الصالح وبالحياة الأسرية الجيدة فأنا جوزت دلوقتي وملاقيتش كل ده فإيه اللي حاصل؟ يبتدي إحساسنا لأن حصل في فترة من الفترات إيه اللي حصل؟ حصل بفترة من فترات أن الناس علموا الناس أنه يتعاملوا مع ربنا بالتجارة بالتعاقب أنا مهتمة أن أنا أعمل كل ده عشان ربنا يبارك لي عشان ربنا يرزقني بزوج صالح عشان ربنا كذا نحن بنعبد ربنا لأن إحنا ما عندناش عند ربنا رصيد نحن بنعبد ربنا لأن إحنا عبيد فلما حصلت المقابلة دي حصل هذا الشرخ في قلبك وحصل إحساسك بأن الدين ما أضف لكيش شيء وده بيحصل لناس كتير المشكلة بتبقى من أول في تربية الإنسان إن إحنا بنعبد ربنا لأن عبادة ربنا حياة مش عبادة ربنا تمن بندفعه عشان نعيش الحياة ونحقق فيها أمنياتنا إحنا بنعبد ربنا لأن العبادة حياة كل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي فالعبادة حياة لله رب العالمين فالعبادة حياة يا سيدة العزيزة فلازم تفهمي ده طب تعملي إيه عشان ترجعي قومي وصلي وحتى لو أنت مش حاسة أنت عندك إخلاص صلي صلي وكل صلاة تحسيها بنكهة جديدة ادخلي على الصلاة وانت مفتقرة ادخلي على الصلاة وانت مستحية من الله سبحانه وتعالى ومن سوق معاملتك معاه ادخلي على الله سبحانه وتعالى وانت منكسلة ادخلي على الله وانت محتاجة مدده ادخلي على الله وانت طلب منه أنه يكفيك يهمك ادخلي على كل صلاة بمعنى جديد بأول حاجة صلي ولو بغير إخلاص وحاولي أن كل صلاة تكون بماذا تكون في معنى جديد وحاولي في كل صلاة تسجد وتدعي كثرة الدعاء في السجود في الصلاة بتعلق القلوب بالصلاة لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يا رب ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك إن شاء الله الخير والبركة ويجعلك إن شاء الله في الصالحين